اشتركوا في القناة عن منهج التراكيب البنائية وقلنا ان هو عبارة عن 3 ابواب الباب الاول عندي غرزة العيمة ومشتقاتها واهم مشتقاتها كانت اقمشت السينجل جرسي خدنا السينجل جرسي بمشتقاته وخدنا اول نوعين منه في الحلقة اللي فاتت ايه هما النوعين اللي احنا خدناهم تبع اقمشت السينجل جرسي خدنا الاوكرديان وخدنا الوبرية والحشف دول التلات انواع لأقمشت السينجل جرسي خدنا منهم نوعين المرة اللي فاتت ولسمناهم رمزي وخرائتي وتصويري خدنا الاكورديان والحشو ولسمناهم رمزي وخرائتي وتصويري والنهار ده هنكمل مع بعض اقمشة السينجل جيرسي وهي الاقمشة الوبرية طبعا اقمشة السينجل جيرسي دي احنا اتفعنا ان معنى كلمة سينجل يعني واجه واحد يبا هي اقمشة تنتج على واجه واحد باسلوب الغرزة العيمة والمعلقة والتصريف يعني معنى كده غرزة بتبمع ما بين التلات غرز معي طب خدنا مع بعض غرز الاكورديان وقلنا ان هي بتتم على خطين وسبع ابر باسلوب الغرزة العيمة والمعلقة والعادية خدنا كمان غرزة الحشو وقلنا غرزة الحشو دي بتبقى عبارة عن فتلة زيادة داخل المنسوج بتبقى عبارة عن قماشة نسجية باسلوب جيرسية عادي خالص ودخلنا عليها الفتلة الزيادة باسلوب الغرزة العيمة والغرزة المعلقة عشان تديني سومك للقماشة أحس كده أن القماشة كأنها محشية طب بالنسبة للغرزة الوبرية آه دي أحد الأقمشة ذات الوبرة اللي بتنتج برضه على وجه واحد هو الضهر برضه بتبقى عبارة عن نسيج عادي خالص نسيج جرسي عادي لأنه سينجل جرسي ومضاف له فتلة الفتلة دي بتعملي عملية الوبرة طب نبدأ مع بعض حلقتنا كده بأقمشة السينجل جرسي اللي هنكملها النهاردة إن شاء الله أول حاجة عندي هي الأقمشة الوبرية اللي اتفقنا أن دي تالت غرزة عندي اتفقنا أن الغرزة الأولى والتانية كانت غرزة الأكرديان وغرزة الحشو يبقى ثالثا في الأقمشة السينجل جرسي هي الأقمشة الوبرية وتستخدم فيها الغرزة العائمة والمعلقة في آن واحد يعني أنا معنى كده أن أنا عندي خطين إيه أم الخطين؟ الخط الأولاني زي ما أنا شايفة في الرسمة بتاعتي عمل أسلوب التصوير بتاعي لغرزة جرسية عادية خالص ولكن للدهر أما الخط الأسود اللي أنا شايفة ده هو ده اللي هيعمل لي خط الوبرة دخل على الأقمشة بتاعتي بأسلوب الغرزة العائمة والمعلقة في آن واحد يعني اشتغل الاثنين في وقت واحد عشان يعمل لي الوبرة اللي إحنا شايفينه طيب إحنا اتفقنا مع بعض إن أنا المفروض بعمل لكل غرزة الأسلوب الرمزي والخرائتي والتصوير بتاعها دول الثلاث أسليب اللي أنا مطالبة بيهم في الامتحان ممكن يجي لي أسلوب واحد منهم ويقول لي استنتجي الباقيين يبقى أنا لازم أكون حفظة كل غرزة التلاث أسليب بتاعها رمزي وخرائتي وتصويري ليه؟ جاب لي الرمزي ويقول لي دي أحد أقمشت السينجل جرسي ويسكت كملي بقى انت باقية الأسليب آه يبقى أنا لازم أعرف السينجل جرسي دول كم واحدة دول ثلاثة إيه هما الأكرديان والحرش والوبرية كل واحدة منهم لها رمزي وخرائتي وتصويري يبقى أنا لازم أحفظ للثلاث غرز دول الرمزي والخرائتي والتصويري بتاعهم عشان أقدر أفرق بينهم الامتحان طيب أنا دول دامي دلوقتي الثلاث أسليب بتوع للغرزة الوبرية وعايزين نعرف إزاي هرسم لها الأسلوب الرمزي والأسلوب الخرائتي والأسلوب التصويري وزي ما احنا متفقين في حلقة التراكيب أنا محضرة أدواتي معايا ورق مربعات نصف سنتي بنشتغل عليها إقلام لازم يكون لها سمك لأن أنا بشتغل بخيط والخيط ده لازم يبقى ليه سمك والمصطرة بتاعته اللي أنا بشتغل بيها هنبدأ دلوقتي نشتغل مع بعض الغرزة الوبرية بالأسلوب الرمزي والخرائتي والتصوير أول حاجة هنبدأها مع بعض هو الأسلوب الرمزي اللي احنا شايفينه مع بعض على أربع إبر وأربع سطور يبقى أول حاجة أنا هحدد الأسلوب الرمزي بتاعي أربع إبر وأربع سطور اهو زي ما احنا شغالين مع بعض اهو أنا كده حددت الأربع إبر بتوعي بالشكل ده وبكمان بحدد الأربع سطور أهو وببدأ أقفل المربع بتاعي يبقى تاني أنا حددت الأربع إبر بتوعي والأربع سطور وبدأت أقفل المربع بتاعي بعد كده ببدأ أقسم من جوة الإبر والسطور بتاعي احنا اتفقنا أن هي أربع إبر وأربع سطور أهو آدي أنا حددت الأربع إبر والأربع سطور وهبدأ أقسمهم من جوة بالشكل ده كده آدي الأربع إبر والأربع سطور أهو طبعا زي ما اتفقنا نده أسلوب رمزي بالشكل ده الخطوط اللي بالطول ده كده عمود يعني إبرة والخطوط اللي بالسطر دي يبقى صفوف أفقية هبدأ أعمل السطر الأولاني عبارة عن غرزة دهر أهو كلها غرزة دهر زي ما احنا شايفين تصريف السطر الثاني هيبقى عبارة عن غرزة معلقة وغرزة عيمة غرزة معلقة وغرزة عيمة طبعا متهيقلي واضحة في الصورة مع بعض السطر الثالث بعمل برضو غرزة دهر تصريف زي ما انا شايفا أهو والسطر الرابع بعمل العكس يعني إيه بعمل العكس يعني هنا كانت معلقة هتبقى هنا عيمة هنا عيمة يبقى اللي فوق معلقة بالشكل ده كده أهو عشان يعمل عملية تماسك للخيط أنا كده عملت الأسلوب الرمزي للغرزة الوبارية طبعا عايزين نعمل الخرائطي أهو الخرائطي بالنسبالي أهو هعمل هنا أربع سطور أهو بالشكل ده كده واحد طبعا لازم نعمل مسافات عشان خاطر السطور ما تخشش بعض وممكن ما عملش السطور دي لكن أنا عملاها عشان أفرق ما بين الوجه الأمامي والوجه الخلفي وكمان عشان يبقى فيه انتظامية وأنا شغلها أهو بالشكل ده كده أنا عملت الأربع سطور يبقى ده السطر رقب واحد لأن احنا بنشتغل من تحت ده رقم اتنين ده رقم تلاتة وده رقم أربع اتفقنا أن أنا عندي أربع إبر تمام يبقى أنا هاجي هنا وهعمل إبر طبعا البنسبالي اللي قدام ده هو وجه للمكينة واللي وره ده هو الظهر طب احنا اتفقنا أن السينجل جرسي موجودة على الظهر أهو يبقى أنا هعمل الأربع إبر بالشكل ده كده هنا أهو أربع إبر بمسافات متساوية عشان الانتظامية بتاعتي أهو بالشكل ده كده السطر التالت برضو الأربع إبر أهم والسطر الرابع الأربع إبر أهو طيب اللون الأولاني هو اللون الأحمر هو زي ما أنا شايفة عبارة عن غرز الظهر فببدأ ألف عليها غرز الظهر طبعا كله تصريف أهو ولازم أشتغل بلونين السطر التاني اللي هو عبارة عن معلقة عيمة معلقة عيمة أهو معلقة أهو يبقى طلعت كده ونزلت عيمة معلقة وعيمة بالشكل ده السطر التالت عبارة عن كله غرز الظهر أهو تصريف زي ما احنا شايفين واللي بعده العكس يعني ايه العكس احنا اتفاني ان دي معلقة تبقى هنا عيمة أهو طبعا مشت خطة أهو وبعد كده معلقة عيمة معلقة بالشكل ده يبقى انا كده عملت أسلوب ايه عملت أسلوب خرائتي يبقى انا عملت أسلوب رمزي عملت أسلوب خرائتي للغرزة الوبرية طب هما كده خلصوا لا احنا لسه متفيني ان انا عندي 3 أساليب يبقى انا هاجي هنا واعمل كمان الأسلوب التصويري اهو انا سايب المكان ده عشان اعمل التصويري فيه طبعا احنا متفيني ان احنا بنعمل على مسافات متساوية 4 مربعات عرض و 4 مربعات طول طبعا جالنا اسئلة كثيرة جدا على المسافات دي وبعد تاني المسافات دي مش ثبتة انا بثبتها في شغلي لكن انا ممكن اغيرها ممكن اكتبقى 3 و 4 5 و 5 ما فيهاش مشكلة بس اهم حاجة انها تكون منتظمة بحيث انها تطلع لغرزة منتظمة اهو دي انا كده عملت الاربع فاربع وهعمل تحت نقطة كده عشان اشتغل عليها الساقين بتوع بالشكل ده ده لو انا عايزة انزل الساقين لو انا مش عايزة انزل الساقين ما بعملهاش اول سطري زي ما احنا شايفين كله عبارة عن غرزة ضهر اهو غرزة الضهر الاسلوب الخرائطي بتاعها عبارة عن الفيونكة بتاعتها بتبقى الفوق والاسلوب التصويري بتاعها بتبقى عبارة عن نص دايرة السطري التاني المفروض معلقة وعيمة بس انا قلت ده خيد زيادة الخيد ده خيد زيادة عندي فاعمل ايه السطري التاني انا هعمله برضو غرزة ضهر عادي خلص لان هي عبارة عن قماشة جرسي او قماشة سينجل جرسي اهو بالشكل ده انا عملت كلها غرزة ضهر اهي ليه عشان لما فيه اشد فتلة الوبرة مايبقاش فيه مشكلة القماشة عندي تفضل متمسكة انا عملت كده الرأس طب احنا عندنا الغرزة بتتكون من ايه من رأس وصاقين مظبوط اهو هعمل كده الصاقين اهو انا باشتول بالمصطرة عشان انتو كمان تشتولوا بالمصطرة اهو انا كده عملت الصاق الاولاني الصاق التاني اهو ده الصاق التاني اهو اكمل بالشكل ده اهو العمود التاني بعمل له الصاق التاني بالشكل ده اهو متى يعلي كده بدأت توضح معنا بس برضو لسه فيه سؤال انا ليه ما نزلتش الغرزة العيمة والمعلقة لانا عملاها بالغرزة خيط الاسود وهارجع تاني اجاوب على السؤال واقول لي ان ده فتلة زيادة على اقمشة السينجل جرسي اهو تاني اخر صف عندي واخر عمود اهو بعمل الصاقين بتوان بالشكل ده كده انا كده عملت رأس وعملت صاقين اعمل بقى القدمين اللي انا بوصل بيهم الغرزة اهو دي كده هي وسيلة الترابط ما بين الغرزة ما احنا اتفقنا من سنة اولى ان غرزة تيكو عبارة عن ايه تشابك مجموعة من العراوي اهو بالشكل ده كده بوصل الصاقين بتوعي كده دي بقت قمشة ومتمسكة ما فيهاش اي مشكلة قمشة بتتكون من رأس وصاقين وقدمين ومتمسكة ما فيش فيها اي مشكلة هاجي بقى للخط الوبر الزيادة عندي اهو اللي بالقلم الاسود وهبدأ ادخل عليه الصفة الاولانية اهو زي ما انا شايفة عبارة عن معلقة بعدين عيمة وبعدين معلقة يبقى اول واحدة هنا هتبقى اهي معلقة يعني فوقها كده نزلت عيمة عالتانية اهو علقت عالتالتة ونزلت عيمة بالشكل ده كده طيب الصف اللي بعده اه الصف اللي بعده كان ايه عيمة معلقة عيمة معلقة يبقى اه هنا دي بدل مهم معلقة بقت هنا ايه عيمة يبقى ده كده شايفين الفرق اه يبقى دي كده مع العيمة اهو ودي المعلقة بالشكل ده تاني اقرر تاني دي كده عيمة اه يبقى اللي بعدها معلقة اهو بالشكل ده اهو تاني لو حبيت اقرر تاني اهو واخد بالي ان الخط ده تكملته ده يعني ده تكملته اللي تحت ده لان هو خط واحد طلع ولف ونزل طب انا هنا لو بصيت لي الفتلة السودة دي اللي انا حطيتها دي اهي دي لو انا شديت الفتلة دي القماشة هيحصل لها حاجة لا مش هيحصل لها حاجة هتفضل القماشة عندي متمسكة يبقى دي كده اسلوب تصويري للغرزة الوبارية يبقى انا لو جالي الشكل ده وقالي ده ايه هقوله ده الرمزي للغرزة الوبارية لو قالي ارسم الخرائطي والتصويري قادي قدام الخرائطي والتصويري جالي خرقتي بالشغل ده وقال لي ده ايه هقوله ده خرقتي للغرزة الوبارية لو قال لي ارسم رمزي وتصويري قادي الاسلوب الرمزي وقادي الاسلوب التصوير يبقى احنا كده الغرزة التالتة من اقمشة السينجل جيرسي كانت الاقمشة الوبارية اللي بتنتج على اربع ابر واربع سطور باسلوب الغرزة المعلقة والعيمة وكمان التصريف التصريف ده عشان يعمل لي قمشة الجيرسي متكملة من رأس وساقين وقدمين اما فتلة الوبارة فدخل معايا باسلوب الغرزة العيمة والمعلقة لو انا شديت فتلة الوبارة القمشة هتفضل معايا متماسكة دي كده كان احد اقمشة السينجل جيرسي او اخر غرزة عندنا في اقمشة السينجل جيرسي خدنا مرتين قبل كده غرزتين الاول يهما الكورديان والحشو وقادي تالت غرزة هي الغرزة الوبارية طب هنكمل مع بعض اخر غرزة لنا في الباب وهي غرزة الاستك ايه غرزة الاستك دي غرزة الاستك دي هي الغرزة المطاطة الغرزة المطاطة يعني ايه غرزة مطاطة غرزة مطاطة لما نيجي ناخد المعدات هلاقي باخد ماكينة الجوارب تمام ماكينة الجوارب دي اللي بتعمل لي الجوارب الجوارب دوت بيتكون من ايه من قدم وبيتكون من ايه كمان من بوز وكعب وصاق واستك اخر كل جورب بلاقي فيه مقاس كده 5 سنتي 6 سنتي ده اسمه ايه الاستيك لو انا شدت الجورب كده او الاستيك بتاع الجورب هلاقي عبارة عن استيك داخل في وسط القماشة يعني هي معمولة قماشة عادية خالص دربي واحد لواحد يعني عمود واجه وعمود ضه واخيط الاستيك ده داخل في النص بحيث ان انا اشد القماشة الاستيك قدامي زو مطاطية يبقى دي غرزة اسمها غرزة الاستيك او الغرزة المطاطة دي اللي احنا هناخدها دلوقتي مع بعض اهي عبارة عن ايه الغرزة المطاطة او غرزة الاستيك عبارة عن تركيب نسجي تبقى لأقمشة الدربي واحنا عارفين اقمشة الدربي ده ليه انواع يا اما واحد لواحد يا اما اتنين لاتنين طيب هو عبارة عن دربي واحد لواحد وبيتم تغزية الماكينة بخيط الاستيك باسلوب الغرزة العائمة والمعلقة والقماش الناتج زو مطاطية في اتجاه واحد ايه هو اتجاه الواحد ده بقى اللي هو اتجاه الاستيك وغالبا ما يكون الاتجاه العرضي ويكون الاستيك على شكل خطوط عرضية يبقى تاني الاقمشة المطاطة او زيتها الاستيك عبارة عن تركيب نسجي تبقى لأقمشة الدربي يبقى انا هعمل قماش الدربي عادي خالص ما فهاش مشكلة دربي واحد لواحد مثلا وبيتم فيها هنغزي بقى الماكينة بايه بخيط الاستيك باسلوب الغرزة العائمة والغرزة المعلقة والقماش الناتج زو مطاطية في اتجاه واحد هو اتجاه الاستيك وغالبا ما يكون الاتجاه العرضي ويكون الاستيك على شكل خطوط عرضية نكمل مع بعض وده شكل ليه اقمشة الاستيك اقمشة الاستيك عندي ملهاش ولا اسلوب رمزي ولا ليها اسلوب خرائطي ولكن ليها اسلوب تصويري فقط يبقى لما يجيلي في الامتحان الشكل ده قدامي ولقي خط الاستيك قدامي كده واضح لونه قس وباين يبقى دي غرزة ايه غرزة الاستيك وبعد كده بيجي يقولين اليها فطبيعي لازم ابقى عارفة ترسم ازاي ماينفعش ان انا بص للغرزة كده واقول اه دي غرز الاستيك وخلاص لا ده انا لازم اعرف ازاي هرسمها طب احنا قلنا نفسر الكلام احنا قلنا اقمشة الاستيك دي عبارة عن دربي واحد لواحد يعني ايه دربي واحد لواحد يعني عمود وجه وعمود دهر تمام طب ولقورتي دربي اتنين لاتنين يبقى عمودين وجه وعمودين بهر طب ولقورتي اتنين لواحد يبقى اتنين وجه وواحد دهر يبقى ده اسمه نظام الدربي بترتيب القبر طب الغرزة عندنا هنا قلنا دربي واحد لواحد يعني عمود وجه وعمود دهر وبعد كده دخلنا خط الاستيك باسلوب الغرزة العيمة والمعلقة طب في نقطة عايزين نرجع لها مهمة جدا هو خط الاستيك ده لو دخل على غرزة وجه باسلوب الغرزة العيمة هيحصل ايه ولو دخل على غرزة دهرة هيحصل ايه طبعا لو دخل على غرزة وجه هيحصل ايه الخيط بتاعه بيتقطع طب وما لو دخل على غرزة دهر بيمشي خط مستقيم طب نشوف مع بعض كده هنعملها ازاي اول حاجة هنعمل الاسلوب الدربي او اسلوب التصويري لغرزة الدربي واحد لواحد واحد واتفقنا واحد لواحد دي يبقى الواحد الاولانية دي عبارة عن عمود وجه والواحد التانية دي هي عمود الضهر طيب هنعمل هنا النقطة بتاعتنا على اربع مربعات واربع سطور بالشكل ده كده وهوضح تاني بالشكل ده عملت النقطة على مسافات متساوي معنى دي لبي واحد واحد قلنا وجه وايه وضهر يبقى انا هعمل اول غرزة عندي هنا اهي غرزة وجه بالشكل ده واللي جنبها عمود ضهر يبقى انا عندي عمود وجه وعمود ضهر هوضحها تاني اهو بالشكل ده كده تاني عمود وجه اهو وعمود ضهر طبعا كل عمود اين بذاته يعني عمود الوجه كله عمود وجه وعمود الظهر كله عمود ضهر اهو بالشكل ده كده اهو ده كده عمود الاولاني وجه ده كده العمود التاني ضهر اللي بعد وجه اهو بالشكل ده كده عمود وجه وايدي عمود ضهر يبقى انا كده عملت دير بي واحد لواحد هنعمل الساقين بتوانا اهو بالشكل ده كده اهو تاني الساق التاني اهو بالشكل ده العمود اللي بعده هتقل عليزي عشان تبقى واضحة معنا في الصورة اهو تقلت عليها تاني عشان تبقى واضحة معنا تاني هعمل دي الظهر طبعا احنا شايفين الفرق ما بين عمود الظهر وعمود الوجه شاكله باين طبعا اهو لا الساق التاني اهو بالشكل ده تاني عمود الوجه اهو اهو العمود التاني اهو بالشكل ده لعمود التالت بالشكل ده اهو ده كده اخر عمود بالنسبة لي اهو يبقى انا كده عملت الرأس والساقين هنكمل مع بعض القدمين اهو اللي هو طبعا اسلوب تشابك الغرز مع بعض اهو اهو بالشكل ده اهو هاجي هنا هدخل بيه خط الاستيك اهو فتلة الاستيك هي ظهري لو انا شديت الاستيك القماشة هتبدأ المتمسكة زي ما هي بعمل لها سمكة اهو صعبة صعبة تاني هنكررها تاني اهو بقف على خط بالشكل ده ايدي غرزة الواجهة اهي بتبقى متقطع والظهر بيمشي خط مستقيم اهو اعمل لها سمك اوضحها لازم تبقى ظهرة قدامي ان دي فتلة استيك اهو اهو انا كده بعمل سمك عشان يبقوا كلهم قد بعض اهو بالشكل ده كده لو انا عايزة اقرر تاني بقرر فوق تاني وهكذا يبقى انا كده رسمت الاسلوب التصويري لغرزة الاستيك او الغرزة المطاطة وزي ما اتفقنا لو احنا بصينا هلاي عبارة عن عمود وجه وعمود دهر ومعنى واحد لواحد معناها الواحد الاولانية دي يعني وجه وتواحد التانية يعني عمود دهر عملت عمود وجه وعمود ده ده اقل لتركيب انا ممكن اعمله اللي هو اربع عمدة واربع سطور دخلت بعد كده خط الاستيك باسلوب الغرزة العيمة لو انا شايفها لو مرت على غرزة وجه تتقطع لان المفروض الواجه هو اللي ظهر قدامي ولو مرت على غرزة دهر بتمشي خط مستقيم اذي هو عيمة يعني الواجه يبقى متقطعة والعيمة على الدهر تبقى خط مستقيم زي ما احنا شايفين معنى غرزة العيمة معناها ان الابرة ما تلعيدش ان هي طلقت خيط فطبيعي بيمر الخيط من عليها زي ما احنا خدناها قبل كده مع بعض يبقى دي كده الاسلوب التصويري لغرزة الاستك يبقى احنا كده خلصنا الباب الاولاني من مادة التراكيب البنائية وقلنا ان الباب الاولاني ده كان بيشمل ايه بيشمل الغرزة العيمة وبعد كده اقمشت السينجل شرسي اللي قلت اللي هما تلت غرز غرز الاكورديان والحش والوبارية واخر باب عندي كان غرزة الاستك او الغرزة المططة هنكمل مع بعض ونبدأ باب مهم جدا هو الاساس عندي اللي هي التصميمات اللي بتنفذ على الماكينة المستطيلة الجاكار بلونين اللونين ده ممكن يبقوا من وجه واحد وممكن يبقوا من الواجهين لكن انا عندي اللي من وجه واحد ده مهم جدا يعني اول ما ببص في الامتحان اول سؤال قدامي بيقابارة عن تصميمات جاكار تنفذ على الماكينة المستطيلة الجاكار بلونين من وجه واحد طبعا هناخد لها برضو رمزي وخرائطي وتصويري لكن هنضف لها جزء مهم جدا هو الأسلوب الوصفي يعني ايه أسلوب وصفي اللي أنا بوصف فيه التصميم هيتعمل ازاي الإبرة الأولانية هيحصل لها ايه الإبرة التانية هيحصل لها ايه الإبرة التالتة هيحصل لها ايه ده كده يعتبر الباب التاني الباب التاني ده هياخد مننا وقتٍ طويل شوية لانه هاخد فيه كذا تصميم انا لازم اتعود واحفظ ازاي اشتغل التصميم ايا كان شكله ما انا هيجيلي في الامتحان تصميم غير اللي انا متعود عليه لكن الاساس واحد يعني احنا عندنا في الكتاب مثلا 6-7 تصميمات ارسموا ال 6-7 وهيجي في الامتحان واحد غير ال 6-7 ليه لان الفكرة واحدة انا بطبق الفكرة بتاعتي بطبق الفهم بتاعي ايا كان شكل التصميم بتاعي طب عايزين اتأكد من الكلام اللي احنا بنقوله ده دلوقتي هناخد النهاردة تصميم واثنين والمرة اللي جاي هناخد واحد واثنين وثلاثة وهنلاقي نفسنا ان فعلا الفكرة واحدة ما بتتغيرش طب نبدأ مع بعض كده وناخد تصميمات تنفذ على الماكينة المستطيلة الجاقار بلونين اهم حاجة لازم يكون عندي معلومة مهمة جدا اذا كان وجه واحد ولا وجهين لان ده هيبقى لي شغل وده لا هيبقى لي شغل فانا هنبدأ النهاردة تصميمات تنفذ على الماكينة المستطيلة الجاقار بلونين ولكن من وجه واحد يبقى احنا هنبدأ السهل دلوقتي اللي هو من وجه واحد طيب نشوف كده شكل اول تصميم عندي التصميم الموضح امامك بلونين من وجه واحد والمطلوب رسم الاسلوب الرمز زي ما اتفقنا احنا مش هنرسم رمزي بس ولا خرائتي بس ولا تصويري بس لعد احنا هنرسم رمزي وخرائتي وتصويري وكمان هنكتب الاسلوب الوصفي يبقى دي نقطة مهمة جدا انا هرسم رمزي وخرائتي وتصويري وكمان هعمل الاسلوب الوصفي طيب لو احنا حبينا نعد نشوف الاول هو على كام ابره لو احنا بصينا هلاقي ان دلوقتي هو على خمس ابر التصميم بلونين واللينين المستمرين هما الابيض والاسود اللي قدامي والتصميم بتاعي على خمس ابر يبقى انا اول محدد هحدد خمس ابر دي اول حاجة في كام سطر في خمس سطور وده اللي احنا هنبدأ نشتغله دلوقتي يبقى ده تصميم بلونين مطلوب من ان هو ينفذ على وجه واحد بالاسلوب الرمزي والخرائطي والتصويري وكمان هنكتب عليه الاسلوب الوصفي طيب نبدأ مع بعض كده ونشوف هنشتغله ازاي اول حاجة لازم انقل التصميم بتاعي هو قالي على خمس ابر ادي الخمس ابر بتوعي يبقى انا لازم انقل التصميم الاول اهو على خمس ابر بالشكل ده كده وقالي كمان خمس سطور يبقى انا حددت الخمس ابر بتوعي والخمس سطور وقفلت المربع بتاعي بالشكل ده كده اهو المربع بالنسبة لي دلوقتي ابره اهو انا كده حددت الخمس ابر والخمس سطور طب نبدأ نشتغل ادي الاولانية هي لونها اسود بالشكل ده وبعد كده التلاتة اللي في النص اسود اهو وتلعوا على طولهم اللون الاسود اهو بالشكل ده كده انا كده نقلت اول حاجة التصميم اهو هبدأ املى ده كده بالاسود عشان يبقى زي التصميم اللي قدامي على الشاشة بالزرط اهو هنا بقى الابيض مش هينفع يفضل ابيض لازم يتحطله لون فهناخد هنا اللون الاحمر لانه هو انسب لون بالنسبة لنا بيظهر معنا على الشاشة اوضح اهو ماينفعش ان انا اقول ده لون ابيض فهسيبه ابيض لا لازم احطله لون اهو بالشكل ده كده طب ناخد بالنا بقى من النقطة مهمة انا لازم اعمل شوية حسابات كده احنا قلنا ان ده خمس ابر تمام كده يبقى الاسلوب الرمزي بتاعي هينزل برضو على خمس ابر بنفس العدد لانه وجه واحد ناخد بالنا دي تصميمات ايه وجه واحد لان لو جيت اشتغلت الواجه انا اقول لا مختلفة لان انا هيبقى عندي وجه ودهر طيب عديت هنا لقيتهم كم سطر واحد اتنين تلاتة اربعة خمس يبقى ده على خمس سطور هم كم لون ايوة السود واحمر يعني لونين يبقى خمسة في اتنين هيسوى عشر اه يبقى عدد السطور اللي انا هنزلها كده عشرة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وهقفل المربع بتاعي بالشكل ده كده اهو يبقى انا كده حددت مساحة الاسلوب الرمزي لكن لسه ما اشتغلتش طيب هنعمل حاجة اسمها دليل الالوان هحط اللونين اللي انا هشتغل بيهم دلوقتي الاحمر والاسود يا اما ابدأ بالاحمر يا اما ابدأ بالاسود برحتي انا مش هيفرق معي بدأنا بالاسود مثلا يبقى اول مربع هنا هعمله اللون الاسود بالشكل ده كده المربع اللي بعده هيبقى باللون الاحمر اهو ده كده اسمه دليل الالوان عشان اللي بيدق القرطون يبقى عارف هو هيشتغل بانهي لون اهو ادي الاسود بمشي كده على طول لغاية نهاية التصميم واحدة حمره وواحدة سود اهو بالشكل ده كده طبعا بعد كده انا بعمل التصميم على الخصيرة عشان ادق ويحط القرطون على جهاز الجكر ونفذ التصميم ده على المكانة المستطيرة الجكر طبعا مع تطبيق الجدارات دلوقتي المفروض التصميمات دي بتتنفذ عملي في الورشة عندنا اهو بالشكل ده كده وهنا ده اخر مربع عندي لونه ايه احمر اه يبقى انا لازم اخذ بالي من ملحوظة مهمة جدا انا بدأت باللون الايه بدأت باللون الاسود يبقى لازم قفلة التصميم عندي تبقى اللون الاحمر عشان التصميم يقفل معايا لو انا بدأت بالاسود ولقيت نفسي قفلة بالاسود برضو يبقى فيه حاجة غلط لان هنا هيبقى فيه كسر في التصميم طيب اول واحدة عندي اسود اللي هو اللون الاسود ده ما كانوا فين اه ده ما كانوا في النص يعني هنسيبي اتنين وهيبقى هي دي رقم تلاتة اهو انا عملت اكس ليه عملت اكس لان رمز الوجه اكس ورمز الضهر قوم انا عشان كده عملت الاكس اللي هو رمز الوجه طيب هي الاولى والتانية والرابعة والخمسة اللي هما لونهم احمر ايوة يبقى انا هاجي قصاد اللون الاحمر واعمل اكس تانية اهو بالشكل ده كده وهنا يبقى انا كده عملت اول سطر اللون الاسود اهو واللون الاحمر بتاع وناخد بالنا يعني كل صف من ده هيبقى ليه كرطنتين واحدة سودة وواحدة حمر طيب نكمل مع بعض الاسود اهي المفروض اللي هو السطر التاني بقى الاسود في ايه فيه تلاتة اهو بالشكل ده كده فيه تلاتة دول والاحمر اه الاحمر لو انا بصيت هلاقي واحدة من هنا واحدة من هنا اهو بالشكل ده تاني الاسود عمل لي تلاتة اهو ولو انا قررت هلاقيه متقرر لغاية الاخر ما انا بصيت كده لقيته كله زي بعض ما فيهوش تغيير الاحمر اهو بالشكل ده انا كده خلص التصميم عندي رمزي بس ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا هي القرطنة دي لونها ايه مثلا دي لونها ايه احمر اه يبقى انا بصيت هنا غرز الواجه كلها لونها ايه احمر ما دخلش اللون الاسود فيها لا ما دخلش طيب هي القرطنة دي لونها ايه اسود اه دخل فيها لون احمر لا ما دخلش ده هي كلها عبارة عن لون اسود يبقى ناخد بالنا من النقطة المهمة دي ان القرطنة الوحدة لازم يكون فيها لون واحد عشان كده انا ضربت في اتنين ليه في اتنين عشان كل صف افك من دول هيبقى عبارة عن قرطنتين قرطنة للون الاسود وقرطنة للون الاحمر دي نقطة مهمة جدا 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 الى ابعد الحدود لازم نبقى واخدين بالنا منها اوي وإحنا شغالين طيب عايزين نعمل بقى الاسلوب الخرائطي ده كده اسلوب رمزي للتصميم بتاعي عايزين نعمل الاسلوب الخرائطي اهو هعمل الخط الخط ده هو الخط الفيصل ما بين الواجه الامامي والواجه الخلفي اهو ده الخط ده هعمل خط تاني اهو عشان خاطر الصف التاني بالشكل ده كده اهو وخط تالت عشان الصف التالت ولازم يبقى فيه مسافات عشان الخيوط ما تخشش في بعض اهو انا كده عملت تلاتة وقادي الرابع وقادي الخمس بالشكل ده عشان المسافات عندي تبقى واضحة طيب ده كده الاولاني ده كده التاني ده كده التالت وده كده الرابع وده كده الخمس طيب احنا زي ما اتفقنا ان الجزء اللي تحت ده هو خاص بالوجه والجزء اللي فوق ده هو الخاص بالدهر طيب لما يبقى عندي تصميم من وجه واحد هينفز على الوجه ولا على الظهر طبيعي على الوجه طيب يبقى انا هعمل هنا النقط انا عندي هنا التصميم على كم ابرة على خمس ابر تمام يبقى انا هاجي هنا هعمل على الوجه خمس ابر اهو بالشكل ده كده دول كده كم ابرة دول خمس ابر طبعا هيقرروا تاني فوق اهو لازم يكونوا مسافات متساوية عشان يبقى فيها انتظامية طول الابرة يبقى واحد والمسافة تبقى واحد اهي بالشكل ده تاني هقرر تاني فوق اهو على نفس المسافات اهو بالشكل ده تاني اهو ادي كده اربعة ابر ادي كده خمسة اهو تاني يبقى انا قررت ده خمس مرات ليه عشان انا عندي خمس سطور طب ولو كان عندي التصميم على ستة كنت عملته ست سطور يبقى ده اسمه عدد السطور بتاعت التصميم اهو طيب عايزين نبدأ اول حاجة اللون الاسود هي الابرة رقم كامل اللي اشتغلت الاسود هعدي رقم واحد اتنين لا ده رقم تلاتة هي اللي اشتغلت الاسود تمام يبقى انا هعمل ايه هاجي كده الخد بتاعي اهو دخل بالشكل ده كده اهو هينزل اتنين اتنين جنب ببعض اللي مفروض لونهم احمر فهو مشى كده واخدهم الاتنين مع بعض وطلع قعد ما طلعت هروح جاي متحركة من فوق اهو بالشكل ده وهنزل كده اهو واطلع تقل علي عشان تبقى وطحة معي اهو بالشكل ده كده يبقى رقم تلاتة في التصميم اهي لونها اسود بقت هنا لونها اسود رقم واحد واثنين واربعة وخمسة لونهم احمر اه واحد واثنين واربعة وخمسة لونهم احمر تمام طب يبقى السطر التاني الاسود مكانه فين اه ده رقم اتنين وثلاثة واربعة اللي هي رقم اتنين دي وثلاثة دي واربعة دي طب مال واحد وخمسة واحد وخمسة ده اللون الاحمر اهو يبقى همشي كده اهو بالشكل ده وهنزل على رقم واحد اتنين وثلاثة واربعة واحد وخمسة اه واحد وخمسة ده اللون الاحمر اه يبقى انا همشي كده اهو هنزل عشان ااخد اللون الاحمر هروح فين بعد كده ده نجام بيه 3 اسود اه يبقى انا هاخدها واطلع اهو وامشي بيها كده بمفوق بالشكل ده لغاية مقرب للابرة رقم 5 اهو وابدأ انزل بيها كده بيه ده الاف واطلع يبقى ده كده السطر التاني طب لو احنا بصينا للسطر التالت السطر التالت عندي اهو برضو التلاتة اللي في النص هما اللي لونهم اسود اهو تاني هروح جاي مشى كده بالشكل ده كده دخلة بالخط الاسود اهو وهنزل على رقم اتنين وثلاثة واربعة واطلع اهو بالشكل ده طب اللون الاحمر اللون الاحمر برضو هيبقى تكملة عليه اهو هبدأ انزل كده بالشكل ده واخد اللون الاحمر واطلع وامشي اهو وانزل ااخد اللون الاحمر واطلع وكمل طبعا رقم اربعة ورقم خمسة بنفس الطريقة ويبقى احنا كده بنائنا النهاردة اول تصميم لنا من وجه واحد رسمنا التصميم وعملنا له الاسلوب الرمزي وعملنا الاسلوب الخرائطي وطبعا وقتنا خلص فان شاء الله في الحلقة القادمة هنكمل مع بعض وناخد الاسلوب التصويري يبقى احنا خلصنا النهاردة جزء مهم جدا هو الباب الاول اللي هو خاص بالغرزة العيمة وبعد كده اقمشت السينجل الجرسية ومشتقطها اللي هي عبارة عن اوكرديان وحشو وبرية خلصنا كمان غرزة الاستك وبدأنا في باب مهم جدا باب التصميمات اللي احنا ان شاء الله هنكمله مع بعض في الحلقات اللي جاية بتصميمات كتيرة جدا مع بعض اتمنى طبعا انتو تكونوا استفدتم معي اشوفكم بحلقات كتيرة جاية باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة